موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في موجة إلحادية اشتاحت العالم العربي جرفت طائفة من الشباب المتسائل وفي عالم ممتلئ بالشرور تتساءل هذه الطائفة أين هي العناية الإلهية وفي ظل تقدم علمي وتقني يحاول هؤلاء الملاحدة الاستغناء عما يرونه تصورات بدائية لفهم الكون والإنسان لتشخيص هذه الظاهرة الإلحادية ومعرفة دوافعها وسبل الوقاية منها معنا ضيف البرنامج الدائم الدكتور عدنان إبراهيم مشاهدين الكرام ندعوكم دائما لمشاركتنا من خلال هاشتاق البرنامج ليطمئن قلبي موسيقى إليك أقبلت ربي تنير بالذكر دربي يذل بالآي تهدي إلى سلام وحبي إلى جمال وغدي من سنة البدري أسبي وعرزت منه سلام ليطمئن قلبي دكتور عدنان إبراهيم مرحبا بك في برنامج ليطمئن قلبي عليك الله دكتور عدنان طبعا من خلال متابعتنا الودود الأفعال في الحلقات الماضية وجد أنه طبعا الحمد لله هناك قبول واسع من شرائح مختلفة من المشاهدين لكن هناك بعض المطالبات بأنه نقدم البرنامج أو نحاول أن نبسط الأفكار العميقة التي تطرح حضرتك به هذا البرنامج بقدر الإمكان دون أن نقع في فخ التسطيح ونحن الآن خصوصا أمامنا مواضيع مهمة جدا وحساسة مثل حلقة اليوم عن الإلحاد لو سمحت دكتور بشكل مختصر نعلم أن الإلحاد له مفكرونه مفكرين وله أيضا فلاسفته هل بالإمكان أن تقدم لنا لمحة مختصرة عن هذه المدارس وفيما يتعلق أيضا باتجاهات الإلحاد دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أبدأ في البداية بمحاولة تعريف الإلحاد تعريفا سريعا دون أن نطيل الوقوف الإلحاد يختار بعض الفلاسفة من الملاحدة أنفسهم أن يعرفوا بأنه الإيمان بعدم وجود الإله مباشرة الإيمان بعدم وجود الإله هو ليس عدم الإيمان بوجود الله في خلط كبير بين التعريفين وبين التعبيرين حين نقول الإيمان بعدم وجود الله هذا يعني أن الملحد لم يقتنع بأي دليل مما يقيمه المؤلثة أو المؤمنون على وجود الله تبارك وتعالى النقلية والعقلية ولا دليل يقول كل هذه الأدلة لا تقنعوني أما حين نقول هو لا يؤمن بوجود الله فهذا يتضمن أن وجود الله كأنها قضية مثبتة أو مبرهنة وهو يشاء أن لا يؤمن لسبب أو لآخر لذلك الملاحدة الذين يدققون في التعريف لا يرتضون التعريف الثاني وإنما يؤكدون التعريف الأول أنهم يؤمنون بعادة موجود الله يقولون لأنه لم يقم إيه الآن دليل يقنع هكذا هم يدعون هذا بالنسبة للتعريف بالنسبة طبعا إيه للإلحاد وتاريخ الإلحاد ومدارس الإلحاد قضية طويلة لكن في المحصلة يعني من الخير أن نعرف أن الإلحاد ظاهرة حديثة ظاهرة حديثة ظاهرة حديثة بمعنى ماذا؟ نعم كتوجه فكري وكمدارس فكرية نعم ظاهرة حديثة عرفتها أوروبا عرفتها أوروبا الحديثة طبعا هذا لا يعني أنه لم يكن لدى الأغارق مثلا ملاحدة شككوا في وجود الله أو توقفوا في وجود الله أو أنكروا وجود الله بالكامل وكانوا نفاتا لكن لم يشكلوا مدارس فكرية ومذاهب إلحادية قائمة برأسها أو بحيالها هذا لم يحدث أفلاطون مثلا في محاورة النواميس أو القوانين تحدث عن الإلحاد أفلاطون القرن الخامس قبل الميلاد وحدثنا عن ثلاثة ضروب من إلحاد تحدث عن ثلاث فئات من الناس قال هناك فئة من الناس ينفون وجود الله مباشرة أو وجود الآلية قالوا هؤلاء هم الملاحدة طبعا بلا شك الحقيقيون وهناك أناس لا ينفون وجود الله تبارك وتعالى ولكن ينفون عناية الله بالخلق يقولون الله موجود لكنه لا يبالي بالعالم لا يأبه بالعالم خلقه وتركه يدير نفسه كما هو يدخلون أيضا في نتاق المرحلة عند أفلاطون يعتبرهم ملاحدة والصنف الثالثة والفئة الثالثة من الناس عند أفلاطون هم الذين يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بالعناية الإلهية ولكنهم يظنون أنه يمكن أن يستجلب رضى الآلهة ويستدفع سخط الآلهة بتقريب القرابين وتضحية الأضاحي هو يعتبر هذا تسخيفا للآلهة حطا من مقامها وتشبيه الله بالقضاء المرتشين القضاء الذين تقبلون الرشوات هذه ثلاث فئات من الملاحدة عند أفلاطون لكن اللافت أنه ذكر في رأس هذه الفئات الثلاث الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى صحيح لكن كما قلت مرة أخرى لم يكونوا يشكلون مدرسة أو مدارس أو مذاهب فكرية متكامل أبدا اتجاهات هكذا مبعثرة ومتفرقة حتى طبعا إيه نتجاوز هذا يعني دياغورس مثلا عرف عنه أنه من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى كريتيس نفس الشيء كان يشكك يقول لا أدري موجود أليله أم غير موجود بعد ذلك يأتي إبي قور وربما اتعرض له في مرحلة أخرى من هذه المحاورة إبي قور الذي تحدث عن معضلة الشر وأراد أن يثبت من خلالها أيضا عدم وجود الإله القادر الرحيم هذا موجود طيب المسلمين المسلمون طبعا ومصطلح إلحاد مشهور جدا في الثقافة الإسلامية في العدبيات الإسلامية أصلا هو مصطلح قرآني وإن الله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إذن هو ليس إلحاد النفي لا ينفون وجد الله ولكن يلحدون في أسماء الله إما بتشبيهها وإما بتعطيلها إلى آخره هذا إلحاد يعني حرفون به عن الصراط المستقيم من ألحد أو لحدة إذن حرف عن الجادة وعن السواء في الحقيقة مدام ذكرنا المسلمين الإلحاد في الحضارة الإسلامية يعني المرحوم الدكتور عبد الرحمن بدأوي عنده كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام الإلحاد في الحضارة الإسلامية في مجمله لم يكن بمعنى الإلحاد الحديث إثيزم يعني إثيزم معنى التألية أو الألوهية الإيمان يعني إثيزم إثيزم هذا للنفي نعم نفي لم يعربيه بمعنى إثيزم في مجمله بمعنى إنكار الصانع قلة قلة أن ثبت عن أحد من المسلمين أو في حضارة الإسلام أنه أنكر وجود الله أو أنكر الصانع ينسب إلى عبد الكريم بن أبي العوجاء الزنذيخ هذا وضع الأحاديث أنه كان ينكر الصانع لكن الملاحدة الكبار مثل مثلا الطبيب أبي بكر محمد بن زكريا الرازي كان ملحدا وجاء أبو حاتم الرازي ليس أبو حاتم المحدث الكبير وإنما أبو حاتم الرازي الإسماعيلي عالم العلماء الإسماعيلية ورد عليه في كتاب إثبات النبوة والرد على الملحد أبي بكر الرازي فأبو بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب والكيميائي الشهير جدا طبعا علامة الكبير كان ملحدا في نظر الإسلاميين الآن يعتبر ملحدا لكنه لا ينكر وجود الله بل له في الرسائل الفلسفية أدلة قيمة تثبت وجود الله ولكنه منكر للنبوات منكر للشرائع ويسخر من النبوة يعني من ينكر النبوات والرسلات يعتبر ملحدا هو هذا حضارة الإسلامية توسعت في استخدام هذا المصطلح مصطلح الإلحاد يعني من ينكر النبوة بلا شك يعتبر ملحدا عند الإسلاميين من ينكر بعض الصفات الإلهية أو من يعطل حتى الصفات يعني الجميع وصفوا بالإلحاد وصفوا بالإلحاد يعطلوا بعض الصفات وصفوا كذا بالملاحد وبعضهم وصفهم حتى بالزنادقة نفس الشيء أبو العلاء المعري مؤمن وجود الله ولكنه متردد جدا في شأن الشرائع والنبوات وله أشعار كثيرة ليمكن إنكرها موجودة في دوينه أشعار كثيرة يشك فيها في النبوات وفي الأنبياء وفي معاجزهم ابن أريوندي المعروف بابن أراوندي ابن أريوندي نفس الشيء له كتب يسخر فيها من القرآن يسخر فيها من الشرائع إلهية من النبوات ولكنه مؤمن بوجود الله يعتبر ملحدا على كل حال الإلحاد بمعنى نفي الله تبارك وتعالى لم يعرف كظاهرة في الحضارة الإسلامية الإلحاد بهذا المعنى عرف كظاهرة فعلا في الحضارة الأوروبية في العصر الحديث وفعلا يعني نشأ رويدا رويدا وصغيرا ما هي أهم الاتجاهات دكتور فيها الاتجاهات عموما الآن يعني للتبسيط هناك الاتجاهات الالحادية الفلسفية فلاسفة ملاحدة طبعا على أسس فلسفية وهناك اتجاهات الحادية علمية على أسس علمية رموز طبعاً الاتجاه الأول يكون من الفلاسفة رموز الاتجاه الثاني يكون مع العلماء علماء في الأعصاب علماء في البيولوجيا في الفيزا في الكيمة نعم أحسنت وكذا الآن مثلاً ما يعرف بإلحاد الجديد أن يعثي يزم أعلامه كلهم علماء كبار المسلمين وغير مسلمين في الحقيقة ليس هناك علماء مسلمون كبار ولهم شهر عالمية وملاحدة قد تجد علماء عاديين يعني عنده شهادة في الفيزايا في الكيمة لكن عالم كبير مثلاً له شهر عالمية لأهذر الغرب إلى الآن مصطفى محمود في فترة ما؟ مصطفى محمود رحمة الله تعالى عليه لم يثبت عليه قطوء أنه ألحد يوماً فيه يعني خطأ في حق هذا الرجل الفاضل وأنا أعتقد أنه إن شاء الله من العارفين بالله كان رحمة الله عليه مصطفى محمود لم يشك يوماً في وجود الله صحيح شك في صلاحية الأديان بما فيها الإسلام وكاله تنقيدات أو انتقادات أو نقود على أشياء معينة في شريعة الإسلام خاصة في كتابه الله والإنسان هذا الكتاب الذي أثر عليه زوبعة كبيرة طبعاً وصودر وحوكم بسببه هو هذا ولكنه لم يلحد بمعنى أنه يأنكر وجود الله تبارك وتعالى لم يحدث هذا يوماً من مصطفى محمود رحمة الله تعالى عليه طيب دكتور ما هو الفرق بين لا أدري والشكاك والربوب والملحد؟ هذه كلها يعني جميل نحاول أن نبسط طبعاً الآن عرفنا ما هو الملحد الملحد لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى يعني يؤمن بعادة موجود الله كما قلنا بدقة يعني يؤمن بعادة موجود الله وأما الربوبي لا يؤمن بالله تبارك وتعالى هذا مثل ملاحدة المسلمين مثل ابن الريوندي والمعري والرازي يؤمن موجود الله تبارك وتعالى كخالق كخالق وكصانع لهذا العالم ولكنه لا يؤمن بالشرائع والنبوات لا يصدق أن الله أرسل الأنبياء وابتعث رسلاً وأنزل معهم كتباً تهدي الناس وشرائع أشهر هؤلاء ينكرون هذا ينكرون هذا طبعاً بالنسبة للسياق الإسلام ذكرنا الآن ثلاثة مشاهير في السياق الغربي الربوبيون كثر إسحاق نيوتن السيد إسحاق نيوتن ينسب إلى أنه ربوبي أنا شخصي من خلال قراءتي وتقصي رأيت أن الرجل يقف في برزخ ليس ربوبياً محضاً ولكن مشهور أنهم من الربوبيين في لدينا طبعاً جون لوك نسب إلى الربوبية الفيلسوف السياسي الشهير كان من الربوبيين فولتير ربما أشهر الربوبيين على إطلاق لأنه كان أشهر كاتب في عصره وأشهر فيلسوف من فلسفة الأنوار أو التنوير فرانسوا فولتير كان ربوبياً يؤمن بالله تماماً يعني ويخشع أمامه لو عبارة جميلة يعني مؤثرة ولكنه لا يصدق بالنبوات على الإطلاق سبينوزا يمكن أن يعد ربوبياً باروخ سبينوزا لماذا؟ سبينوزا يؤمن بالله على طريقته طبعاً الواحدية على كل حال هو يؤمن بإله مفارق يؤمن بإله مندمج في الكون بحيث أنك إذا نفيت الكون نفيت الله معه وإذا نفيت الله نفيت الكون وحدة الوجود أحسنت وحدة الوجود وحدوي ولكن سبينوزا واضح أنه رغم أنه حاول أن يتظاهر إلى حين يعني واضح أنه لا يؤمن بالشارع الإلهية لأنه أول من دشن نقد الكتاب المقدس دشنه طبعاً هو لم يقل أنه ليس كتاباً مقدساً ولم ينكر إلهية مصدري ولكنه وجه إليه نقوداً قوية في الصميم فحوى هذه النقود في النهاية أنه مستحيل أن يكون من عند الله على طريقته فالروبيون كثر يعني هؤلاء أشهرهم طيب واللا أدري اللا أدري الأجنوستيك يعني هذا المصطلح أول من سكه في القرن التاسع عشر يعني الحديث الحديث طبعاً كمصطلح طبعاً مصطلح الأدرية قديم الغنوستيك مصطلح قديم لكن مصطلح اللا أدرية مصطلح في القرن التاسع عشر سكه العالم الشهير توماس هاكسلي توماس هنري هاكسلي صديق وتلميذ شارلس داروين ما هو أيه اللا أدري أو من هو اللا أدري اللا أدري هو الشخص الذي بحث هذه القضية بحث فيها و أتعب و أتعب نفسه ثم انتهى كما يقول علماء المسلمين إلى التوقف ما معنى التوقف يعني تكافأت عنده الأدلة يقول أنا لا أقطع بأن الله موجود و لا أقطع بأنه غير موجود فأنا لا أدري لا أدري هل هو موجود ولا أدري هل هو غير موجود وقف تماماً في نقطة الصفر يعني بين السريب و الموجب هذا هو اللا أدري ما الفرق بينه و بين الشكاك مذهب الشك أو الشكوكية هذا مذهب قديم طبعاً في اليونان و له مدارس كثيرة شرواء البيرونية الفرق بين الشكاك و اللا أدري أن الشكاك موقفه قريب جداً من الموقف اللا أدري لكنه موقف كسول موقف سالب أو سلبي بمعنى ماذا؟ الشكاك منذ البداية على خلفية فلسفية على قناعة فلسفية يقول أنا لا أؤمن أصلاً بصلاحية أو بأهلية و قدرة العقل الإنساني على إصابة الحقائق على نيل الحقائق العقل غير مؤهل العقل لا يستطيع أن يميز الحقائق يعرف الحقائق نوع من الصفسطة نوع من الصفسطة بمعنى كما قال بيرون نفسه أؤسس هذه الشكية القديمة يقول العقل دائماً يستطيع بإزاء أي قضية من القضايا وبقوة متعادلة أن يثبتها و أن ينفيها بنفس قدرته على إثباتها يستطيع أن ينفيها و لذلك في نهاية الموطاف نحن لا نستطيع أن نقطع بحقيقة إذن الفرق بين الشكوكي و لا أدري أن الشكوكي غير معني ببحث المسألة لا يقرأ فيها ولا يجادل ولا يريد لنقولك خلاص لا أدري لا أبحث بحث و درس و كذا و طالع المسائل أكثر عمقاً أكثر حتى إيجابية أكثر فعلية الشكوكي وادع من الأول عنده قناعة فلسفية يخرج عليها مواقفه من ضمن هذه المواقف موقف إيه الشكوكي إزاء الله تبارك وتعالى يقول لك المسألة لا تعنيني أصلاً نعم دكتور طبعاً اسمحنا أيضاً سنتحدث عن موضوعات أخرى و محاور أخرى فيما يتعلق بالإلحاد و لكن بعد فاصل مشاهدنا الكرام فاصل قصير و بعده مباشرة نعود لاستكمال هذه الحلقة انتظرونا يطمع النقال مرحباً بكم مشاهدين الكرام وهذا جزء آخر من برنامجكم ليطمئن مقلبي دكتور عدنان لو انتقلنا إلى المصطلح للإلحاد الجديد هل هناك مصطلح واضح المعالم فيما يتعلق بالإلحاد الإلحاد الجديد أستاذ سعود في الحقيقة يعني هو إلحاد انتشر في العقود الأخيرة و خاصة تصاعد تياره على يعني أغامته و تيرته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر طبعاً نجأ يعني نتكلم عن جيل جديد يعني كم سنة يعني خمسة عشر سنة تقريباً طبعاً يعني أصبح معروفاً حتى على مستوى العالم بفضل بعض الرموز الناشطين يعني وهم مناضلون يعني بالإهتنت يعني حيث يزم الحاد مناضل هذا مثل الحاد سيم هيريس و كريستوفر هيتشينز و ريتشار دوكنز بالذات التطوري الكبير دانييل دينت الفيلسوف التطوري الأمريكي الشهير فيكتور ستينجر صاحب كتاب فرضية الإله الفرضية الخاطئة هل لأحداث 11 سبتمبر دور مباشر في هذا لا دور مباشر طبعاً لماذا؟ لأنهم يعني سأوضح بعد قليل لأنهم يعني يتخذوها كمادة يشتغلوا عليها أنه هذه الأديان الأديان يقولون عبر التاريخ عبر كل تواريخها لم تولد إلى الحروب و الكوارث و تكريه البشر في بعضهم للبعض و تأليب البشر بعضهم على بعض هذه الأديان و مع أنه هذا لا علاقة له يعني هذه الأشياء التي تحدث بإسم الأديان لا علاقة لها بقضية وجود الله هل الله موجود أو غير موجود هذه خضية ثانية يعني مفروحة هؤلاء يعني على كل حال أن ينظم أنفسهم أكثر لكن هذه مشكلة إلحاد العلمي ما هي سأوضح قليلاً يعني إلحاد العلمي أكيد لم يبدأ لم يبدأ في العقود الأخيرة مستحيل له جذور جذوره هي جذور العلم الحديث سيانس يعني كان نظام معين في اختبار الطبيعة و تقصيها نعم و مقاربتها مع نيكولاس كوبرنيكوس البولندي الشهير حدثت يعني ثورة علمية مشهورة ثورة الكوبر نيكية كما يقال لكن هذه الثورة سددت ضربة أليمة للدين الدين خاصة بالتصور الكنسي بالتصور المسيح الغربي كان يصور الإنسان على أنه مركز الكون الإنسان هذا مركز الخليقة مركز العوالم أهم شيء فجاء كوبرنيكوس لكي يقول بالعكس الأرض كله أصلا ليست مركز الكون مركز الكون الأرض بما حوت الأرض بما حوت مجرد كوكب يدور حول الشمس طبعا الآن أي طالب الابتدائية يقر بهذه المسلمة أو الحقيقة العلمية أنه فعلا الشمس نجم كبير و الكواكب التسعة مثلا لأ قبل ذلك النظام السائد لأكثر من 1200 سنة كان نظام مركزية الأرض جيوسنتريك أو موديل نموذج مركزية الأرض الأرض هي المركز و كل شيء بما فيها الشمس يدور حولها كوبرنيكوس أثبت بأدلة علمية قوية دراسات محققة أن العكس هليو سنتريك هليو سنتريك يعني موديل نظام مركزية الشمس فشكل ضربة قوية جاء قليلية طبعا على خطاة بعده جاء أيضا جوردانو برونو الذي أحرق سنة 1600 أحرقته الكنيسة الكاثوليكية آمن تماما و كان وفي لأفكار كوبرنيكوس و قادته هذه الأفكار إلى أن يستوعب فكرة تعدد العوالم أيضا أن هناك عوالم أخرى مأهولة طبعا هذا يعتبر إلحادا قويا في الفكر كناس لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن ابن الإله الذي ضحاه أي أبوه ضحاه الإله أستغفره العظيم على الصليب من أجل أن يفتدي به و يكفر خطايا البشرية هذا ابن الإله أصبح دوره طرفيا و هامشيا لأنه في عوالم أخرى لم تدد عن ابن الإله و لم يصلب هناك إلحاد كبير الكنيسة كانت تشمئز و يخشعر بدنها من فكرة الأنتيبود الأنتيبود إيه؟ أن الأرض نفسها في جنبات أخرى إلها الوجه الآخر مسكون ببشر لم يصلهم المسيح ولا خبر المسيح هذه فكرة الحادية كانت الأنتيبود فهذا لسه أعتقد بكواكب أخرى مأهولة أحرقوه سجنوه تسع سنوات وقت سيطرت الكنيسة طبعا طبعا وهذا بتأثير العلم الآن العلم بدأ يوسع منظور الإنسان للكون على كل حال نأتي بعد ذلك إلى السير آيزيك أو إسحاق نيوتن نيوتن كان معنيا بالعلم و معنيا بالدين وله كتب لاهوتية على فكرة في 2014 طبع كتاب جديد له كتاب ضخم في تاريخ الكنيسة تقريبا لأول مرة يطبع من مخطوطاته الرجل كان معتنيا جدا بتفسير بعض الأسفار في الكتاب المقدس يتحدث عن طبولوجيا النار على كل حال مهتم جدا بالقضية الدينية و الثابت عنه أنه كان موحدا ورفض فكرة التثليث بشكل واضح في كتبه على كل حال صرح بهذا لا يؤمن بالتثليث واعتبرها فكرة مقحمة في الدين النصراني دين النصران فيبدو أنه كان متأثرا بالأريوسيين بالمذهب الأريوسي الموحد على كل حال نيوتن أنشأ أو ساهم طبعا أعظم ساهمة في بناء صرح جديد اسمه اللهوت العلمي اللهوت اللهوت الثيولوجي يعني علم العقيدة علم الكلام عنا في الإسلام علم عقيدة علمي على أسس علمية لماذا؟ قبل نيوتن تقريبا كان يعتقد في السياق المسيحي أن الطبيعة صامتة بشأن الله الأدلة كله على الله من الكتاب المقدس أي ذليل من الكتاب المقدس الكتاب فيه كل الأدلة كله صيد في جوف الفراء أنه يعتقد قال لا الطبيعة ليست صامتة الطبيعة تتحدث وتستطيع أن تخبرنا بالكثير والكثير عن الذي أبدعها وصنعها وكان يتساءل دائما بصدد القوانين الطبيعية من الذي قوننها من الذي طبعها من الذي أوجدها ويرفض تماما بغير تردد أن تكون الطبيعة قونة قوانينها مستحيط طبعا هذا عنده أو الصدفة وأنه لابد أن الله هو الذي قونا هذه القوانين الله أو إله الله يعني يعني بالنسبة لنيوتن ليس مجرد أي إله لا الله المعروف لأدانة توحيدية يعني في كتاب المقدس والقرآن هو هذا الإله الواحد لا إله إلا هو كما قلت ويرفض التثليث على كل حال لكن مشكة نيوتن ما هي أنه حين جاء ونجح إلى حد بعيد جدا في تفسير ظواهر كونية وطبيعية كثير معروف نيوتن ودراساته في الميكانيكا السماوية طبعا والقوانين الثلاثة المشهورة نيوتن أقام صرحا للعلم ونموذجا جديدا للكون يسمى النموذج الميكانيكي أو النموذج الآلي أصبح الكون اختصارا لإخوة المشاهدات مثل الساعة المضبوطة الدقيقة التي تسجيل طبعا بقوانينها المحكمة فإذا عدنا مرة أخرى إلى التخلي قليلا عن الله الله ابتعد عن العالم لم يعود يتدخل في العالم خلق العالم والعالم يسير نفسه بنفسه بالقوانين التي أودعها الله تبارك وتعالى إذن أين دور الله الله لم يعود يتدخل طبعا الدرسات القديمة في اللاهوت القديم الله يتدخل باستمرار ينتهك حرمة الحرية الإنسانية حرمة الاجتماع البشري وينتهك حرمة القوانين الطبيعية أيضا المعجزات يوقف مثلا يوقف الشمس أو يوقف حركة الأرض يفعل هذا أي شيء يفعله دائما هكذا يعتقد كل المتدينين أن يتنقل لا قوانين مضطردة هذه لا تتخلف باستمرار وتسير الكون ومع ذلك الرجل كان صادقا في إيمانه ويعمل بصدق على أن يترك ويفسح مجالا للإيمان بالله في نظامه الميكانيكي وينها بدأت أمداد جديدة مد الإلحاد لذلك أنا أتذكر كلمة الفلسفة المصري الكبير يوسف كرم يوسف كرم بعد أن فرغ من دراسة الفلسفة اليونانية برأسة متعمقة استخلص استخلاصات في رأسها أو حتى من بينها أنك حين تذهب تنشئ مذهبا معينا مذهبا فلسفيا مذهبا فكريا هذا المذهب بذلك يسير بمنطقه الذاتي بعيدا عن رغباتك أنت كمنشئ المذهب هذا الذي حصل تماما مع نيوتن نيوتن الآن بنى موديل أو نموذجا ميكانيكية للعالم هذا النموذج سينحي دور الله سيضعف حضور الله سيضعف الثقة حتى بفعلية الله في الكون شئت أي يسير إسحاق نيوتن أم لم تشاء وهذا الذي حدث بالضبط للأزف الشديد هذا إسحاق نيوتن أعتقد هو توفي سنة 1927 فالقرن الثامن عشر التاسع عشر يأتيك العالم الفرنسي الكبير لابلاس لابلاس ويؤلف كتابه أيضا عن ميكانيكا الأجرام السماوية كتاب الضخم في عدة مجلدات لم يذكر فيه اسم الله مرة واحدة على الإطلاق كون يفسر نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى إله فيلتقي به الإمبراطورة طبعا والغازي الكبير نابليون بونابرت في حفلة فيقول له يا سيد لابلاس أنا اطلعت كذا بسرع على كتابك العظيم والمهم ولكني لم أجدك تذكر فيه الله مرة واحدة قال وما الحاجة إليه لا نحتاجه لا نحتاجه القوانين تفسر لنا كل شيء لابلاس كان يعتقد يتني بالشروط الابتدائية أو البدئية لأي ظاهرة فيزيائية لأي جسم متحل لأي شيء وأنا أستطيع أن أتنبأ بما يقول إليه أو تقول إليه بعد مئات أو حتى أولو في السنين هذا هو المنطق الميكانيكي إذا العلم الآن بدأ للأسف يتجه اتجاها يدعم النزعات الإلحادية يدعم النزعات هذه بداية إيه؟ بداية علاقة العلم بالإلحاد لكن وحب في هذا الإطار طبعا الضربة التي كانت للأسف ربما أتعرض لها إذا كان في وقت في هذه الحلقة الضربة التي كانت أكثر إيلاما وأكثر إحراجا وقسوة للدين والمتدينين على يد العلم هي التي سددها تشارلز داروين العالم الأحيائي التطوري الكبير صاحب أصل الأنواع ربما أتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله دكتورو واضح من كلامك أن الكنيسة في تلك الفترة لم تستطع مواجهة كل هذه التيارات وإقناعهم بأن هناك إله وهناك خالق حاولت وظلت تحاول حقيقة وتنجح نجاحا نسبيا يعني شوف إلى قبل شارلز داروين كان موقف الكنيسة وموقف اللاهوت الكنسي كان موقفا قويا يعني لماذا؟ بايل يؤلف كتابه نيتشرال الثيولوجي أو اللاهوت الطبيعي اللاهوت الطبيعي هذا مثل اللاهوت العلم يعني يعتمد الطبيعة الناطقة تدلل على الله تبارك وتعالى ويأتي براهين في رأسها وأقواها على الإطلاق برهان التصميم الديزاين برهان النظم أو النظام البرهان الغائي كما يقال له ويقتنع كثيرون جدا من الناس والدرسين والفلاسفة لكن سيأتي داروين يسد الضربة في الصميم لبرهان النظام أو برهان التصميم ويصبح الآن وضع الإيمان ووضع الكنيسة ووضع قضية التأليم على المحاك طيب سبحالجا جدا طيب هل كانت الكنيسة بقمعها في تلك الفترة سببا في انتشار الإلحاد أم أنه لأسباب شخصية يعني كردت فعل أو أسباب نفسية أو خلافة لا أشوف طبعا بلا شك موقف الكنيسة يعني السيء والمتنكر للعلم والعلماء اضطهادها لعدد من العلم والعلماء للأسف الشديد يعني بعضهم كما قلت قبيلة قليل لقي مصيره محروقا على الخزوق على الستيك يعني جوردانو برونو قليل وقليلي مثلا قضى آخر حياته في الإقامة الجبرية في بيته وطعا هو كاد يفقد عنقه إلا أنه لا أقول جبالا يعني الرجل استسلم استسلم في النهاية أنكر قال خلاص الأرض ثابتة لا تتحرك يجب أن تقول أن الأرض هي مركز الكون ولا تتحرك قال هي ثابتة ولم يصح تطعون هذه الأسطورة أنه ترب برجلي وقال ولكنها تتحرك هذه الأسطورة على كل حال في بيت الرجل ولقيا حتى هي مصيرا أغبر لأنه عمية وظل منبوذا فالموقف المتنكر للعلماء من الكنيسة طبعا وهذا الموقف الاضطهادي والتفتيش على عقاد العلماء ووضع كتب العلماء أيضا والفلاس المفكرين في الإندكس قائمة كتب المحرمة بلا شك طبعا هذا يعني كله أورف العلماء وعشاق العلم موقفا سلبيا من الكنيسة وإرادة انتقام وطبعا للأسف الشديد الذي حصل بعد ذلك أن العلم ظل يتقدم بوتائر سريع جدا ويحقق نجاحات ويكتشف ايه أو يكتسب ايه مواقع جديدة بحكس الموقف الكنيسي الديني يتأخر دائما الآن مثلا من يشك الآن العلم في قمته في ذروة نجاحه وإذا الآن ربما أختم بتعليق على هذا العلمي وحب أن أقول عاد هؤلاء الملاحدة من العلماء العلماء يوهمون الناس أنهم يلحدون على أسس علمية صرفة وذا غير صحيح طبعا أنا أعلم يعني أن عددا منهم هو أصلا غير دار بهذه الحقيقة لأنهم ليسوا فلسفة ليسوا فلسفة حقيقيين درسوا الفلسفة وتعمقوا فيها وإنما هم علماء وبعضهم علماء حقيقيون وكبار يعني وأسموا سامات مقدورة وكبيرة في مجالاتهم لكن ما من إمكان فلسفيا أن يقال هناك برهان علمي ضد وجود الله تماما كما نقول هناك برهان علمي على وجود الله هذا غير صحيح وهذا غير صحيح العلم لا يستطيع أن يقدم لك برهانا على وجود الله أو برهانا على عدم وجود الله لماذا طيب؟ لماذا؟ بطبيعة العلم العلم لا يشتغل إلا على قضايا قضايا المادة قضايا الحس القضايا التي تدخل في نطاقه القضايا التجريبية كما يقول قضايا التجريبية التجريبية دائما كل شيء يعني حتى أي مدل أي نموذج علمي يبنيه العالم لا بد بعد ذلك أن يخضع المبدأ التحقق التجريبي بلغة الوضعية المنطقية العلم محدود ومتواضع يقول لك أنا أشتغل على هذا العالم الطبيعي الله طبعا قضية وراء طبيعية على الإطلاق صحيح؟ نعم فالعلم لا يتنوى هذه القضية بشكل مباشر لكن ما الذي يحصل؟ في كل برهان على وجود الله أو ضد وجود الله الذي يحصل لدينا في كل برهان في كل قياس مقدمات صغرى ومقدمات كبرى طبعا في الحد الأوسط المشترك بين الاثنين ثم النتيجة سنوضح هذا للناس الآن ببساطة يعني العلم تكفل دائما بتمويننا وتزويدنا بالمقدمات الصغرى والمقدمات الصغرى لا تنتش شيئا ملاحظات مقدمات الصغرى مثل ماذا؟ مثلا لا افترض الآن حتى نبسط المشاهد لو قلنا مثلا يعني عمر إنسان هذه مقدمة صغرى كل إنسان يموت مقدمة كبرى هذه الحد الأوسط إنسان عمر إنسان كل إنسان اسمه الحد الأوسط هذا بعضنا نسميها أي المقدمة أي الوسطى إذن بعد ذلك إذن عمر يموت هذه النتيجة النتيجة دائما تأخذ بدلالة المقدمة الكبرى بالذات الموت كل إنسان يموت فالآن فيه كل برهان علمي وقال إنه علم ما فيه برهان علمي كل برهان علمي هو علمي فلسفي لكن يسمى برهان شبه علمي لا بد أن يكون مستندا على مقدمات كبرى فلسفية عقلية ليست مستمدة ولا مأخذها من العلم ويستحيل أن تأخذ من العلم هذه مسألة مهمة في نقاش إلحاد وفي نقاش أيضا إلحاد العلمي على وجه الخصوص نعم دكتور اسمحنا نتوقف أيضا مع فاصل مشاهدنا الكرام فاصل أخير وبعدها مباشرة واصلوا هذا الحوار مع الدكتور عدن إبراهيم في ليطمئن قلبي انتظرونا أهلا بكم مشاهدين الكرام وبرنامج ليطمئن قلبي مع الدكتور عدن إبراهيم دكتور قبل الفاصل تحدثت أن البرهان لا يمكن أن يكون دليلا مباشرا على أو ضد وجود الله سبحانه وتعالى كيف؟ صحيح كنا نوضح أن البرهان العلمي بطبيعته كبرهان علمي لا يمكن أن يكون فعلا برهانا علميا مباشرا على أو ضد وجود الله لا يمكن البرهان العلمي لا يكون خالصا ولابد دائما فيه من جزء وهو الجزء الأهم الجزء العقلي أو الجزء الفلسفي كما قلنا في البرهان التي يقال أنها برهان علمية على أو ضد وجود الله حتى على نفس الشيء المقدمات الصغرى يتكفل بها العلم العلم هو الذي يموننا يزودنا بها مثلا نأخذ برهان التصميم برهان الشهير جدا لماذا أخذت هذا بالذات؟ لأنه أكبر ناقد لبرهان التصميم كان الفلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم ديفيد هيوم طبعا وهو فلسوف خطير مقدر نعم في كتابه محاولة في الدين الطبيعي سدد أيضا نقدا قويا لبرهان التصميم تخيل قبل شارلز دارون نقدا قويا لكنه تورط في هذه النقطة بالذات هو ظن أن هذا البرهان ليس فيه جزء عقلي وأنه برهان مادي يعني العلم يتكفل بكل أجزاء هذا الكلام غير صحيح وهذا خطأ فلسفي فاضح على كل حال لكن باختصار لو قلنا مثلا الآن هذا الشيء مصمم هذا الكائن الطبيعي مصمم هذه الظاهرة الطبيعية تدل على تصميم إلى آخره ورأينا مثلا دلائل التصميم في مئات وعشرات وإلوف ربما الظواهر والأشياء الموجودات الطبيعية بعد ذلك لديك المقدمة الكبرى وكل مصمم يحتاج إلى مصمم ديزاينار يعني صحيح؟ أنت بتقول مصمم أنت بتقول له هذا الشيء مصمم يعني لابد له من مصمم إذن فالنتيجة لابد أن يكون للكون المصمم مصمم وهو الله هذا باختصار تبسيط برهان التصميم فإذن القصد هنا دائما أنك لا يمكن أن تكون ملحدا علميا صرفا تقول لي أنا أستند العلم المحض غير صحيح دائما أنت تورط العلم في الفلسفة ولذلك النقاش أيضا مع هؤلاء العلماء الذين ألحدوا ألحدا على أسس علمية كما يدعون دائما لابد أن يكون نقاشهم في المقدمات الصغرى وهذا صعب أن المقدمات الصغرى تكون واضحة لديهم أهم من هذا النقاش في المقدمات الكبرى دائما فنكتفي بهذا القدر حتى لا نشوش المشاهدين طيب دكتور يتسأل بعض عن طبعا أحيانا بدوافع إنسانية عن دور العناية الإلهية في كل هذا الشرور الذي يحدث في الخليقة يعني كأنك تشير أستاذ سعود إلى معضلة الشر معضلة الشر نعم نعم أنا لفت إليها لفتا سريعا في البداية هنا تحدث عن إيبيقور وفي الحقيقة فعلا يبدو أن إيبيقور الفيلسوف الأغريق الشهير هو أول منصاغ هذا البرهان المسمى ببرهان الشر يعني البرهان المستمد بالوغة الإنجليزية من الشر برهان الشر بالاختصار ينطلق من مقدمة أن الله كفرضية طبعا هو كائن أو موجود قادر ورحيم قادر ومحسن قادر ومحب يعني قادر ورحيم فإبقوا ببساطة قال جميل نبدأ من هذه المسلمة إذا كان الله مفروضا قادرا رحيما لما نجد كل هذا الشر في الكون الشرور الطبيعية والشرور الإنسانية الإنسان يقتل أخاه الإنسان يستعبد أخاه الإنسان يسومه سوء العذاب الطفنات الزلازل الميكروبات يعني الآن نقول ميكروبات طبعا الأمراض الأشياء الكثيرة كلها شرور شرور رهيبة فيقول إبقر واحد إذا كان الله قادرا على إزالة هذه الشرور تطهير العالم منها إذا كان قادرا على إزالة هذه الشرور ولكنه لا يريد إزالتها هو قادر ولا يريد لا يرغب في إزالتها إذن هو شرير مش رحيم إذن هو غير موجود لأن الله الموجود أنتم تقولوا قادر ورحيم قادر ومحب إذا كان قادرا أن يزيلها وهي موجودة ستنتفي صفة الرحم أحسنت لأنه لا يريد أن يزيلها إذن هو شرير غير رحيم إذن هذا الإله القادر الرحيم غير موجود أنتم فرطتموا قادر رحيما واحد أو أنه قادر على إزالتها ويريد أن يزيلها محب هو حباب رحيم قادر أن يزيلها ويريد أن يزيلها ولكنها موجودة ولكنها موجودة إذن لا بد أن يكون هو غير موجود أن تتفرضه أنه قادر ويريد لأنه رحيم ولكنها في الحقيقة موجودة إذن هو غير موجود لأنه موجود أمامنا الآن هي الشرور لاحتمال الثالث أنه يريد أن يزيلها ولكنه غير قادر على إزالته إذن هو عاجز والعاجز ليكون إلها إذن لدينا ثلاثة حمايق ثلاثة احتمالات لا رابعة لها قادر ولكنه لا يريد إذن هو شرير يريد ولكنه لا يقدر إذن هو عاجز هذا غير موجود لا قادر ويريد لكن المحصلة أنها لا تزال موجودة ما بالوها لا تزال موجودة إلى الآن الإنسان يضم أخاه الإنسان ويقتل أخاه الإنسان ويفعله كذا والشرور الطبيعية إذن هو غير موجود فرضية أن تفترضتها معطلة للأسف هذه شككت كثيرين على فكرة إلى الآن خيل إلى الآن فيه فلاسف كبار علماء يعتقدون ببرهان الشر ويعتقدونه قويا كيف عالج الفكر الديني هذه المعضلة مئات الصفحات مئات الصفحات طبعا إيه كنت بأتفا في الحقيقة هي ألوف طبعا لو جمعتها بالألوف يعني لكن الخلاصة والجوهر الردود يعني يعبئ مئات الصفحات في الرد على هذا الشوء أنا أبسط للمشاهدين أقوى ما جاء فيها نعم وطبعا جميل أنك قلت كيف رد الفكر الديني مهم مش الفكره بس لازم الفكر الديني لأن أصلا هذه فكرة أن الله القادر الرحيم هذه الصفات يعني أتت بها الأديان يعني أعتقد بها المتدينون على كل حال سنوجه نحن أول نقد لبرهان إبيقور أو قياس إبيقور من حيثية ماذا من حيثية أنه لم يفترض أن الله قادر ورحيم أهم يعني ربما من كثير من الصفات الأخرى ربما حتى أهم الرحمة حكيم بمعنى هو قادر وعليم ومدبر وخالق أوجد الكون لابد أن يهم هذا حكيما حكيما ما معنى حكيما يعني يضع الشيء في موضعه هو لم يضع الحكمة في حسابه فقط القدرة والرحمة القدرة والرحمة بخياس بسيط مع الفارق طبعا من العالم الإنساني من العالم الإنساني لا أحد يشك أن الأم الرؤوم المحبة تحرص علىها مصلحة ابنها وتصلح على خيره تحرص على خيره ولكن هذه الأم أحيانا يعني تذيقه مثلا الدواء المر ترغمه على أن تناول دواء مر ربما ربما تسمح أو يسمح الأب أيضا بخطع أو بطر مثلا يد ابنه هذا الطفل الصغير ابن ثلاث سنوات أربع سنوات يستغرب لماذا يفعل أبي هذا لماذا تفعل أمي هذا به قد يشك في ماذا في رحمتها لكنه لم يطلع على حكمتها لو اطلع على حكمتها وبان له أنه لو لم تبتر يده هذه لربما يموت يسر المرض في كل جسم ويموت هو لا يعرف هذا الطفل لا يعرف ما عنده أي معلومات طبية وكذا واضح إذن لو أدخل أبي قرأ الحكمة في حسابه لتغير الأمر لا تغير الأمر من وجوه كثيرة من وجوه كثيرة فنقول هو قادر أن يزيل ويحب أن يزيل أحيانا لكن أحيانا قادر دائما هو قادر ليس أحيانا قادر أن يزيل ولا يريد أن يزيل لأنه حكمة في استبقاء ما تراه أنت شرا له حكمة أنت لا تدريها هو يدريها هو لم يضع الحكمة في حسابه هذا شيء مهم اثنين إبقور من ناحية فلسفية يبدو أنه عالج الشر والخير معالجة تجريدية غير واقعية بالمرة ولوؤيدها الواقع بمعنى إيه أنا أتحدث عن شر محض بيور يعني وعن خير محض الخير المحض غير موجود والشر المحض غير موجود ما من خير في الوجود إلا يمازجه شر وما من شر في الوجود إلا وله جنبة خير ودائما على جهة ماذا الاندماج والامتزاج وإيه التفاعل الجدلي باستمرار حتى وجود إبليس يعني إبليس هذا الفكرة المترددة في الأساطير وفي الأديان السموية التوحدية أيضا إبليس يعني لو لا إبليس لو لا إبليس ما ارتقى العارفون ولا أصبح لأولياء أولياء ولا جاهدنا النفس ولا وصلنا إلى ما وصلنا إليه عليك كذلك صحيح لو لا الظلام ما عرفنا قيمة إيه النور لو لا الشر ما عرفنا أصلا محنى الخير نحن نسأل إيه بيقول من أين عرف أصلا مفهوم الخير أن له أن يعرف مفهوم الخير لو لا مفهوم أو معضلة الشر هذا هو فمعالجة الشر والخير على أنهما يعني مجردان محضان غير متجادلين أو منجدلين أيضا خطأ فلسفي كبير فكر الدين طبعا قدم خاصة طريقة المعتزلة ومساهمة يعني مقدورة بلا شك ومحترمة أيضا فكر الدين يقول لك كفكر ديني توحيدي يقول لك صورة الله تبارك وتعالى مفهوم الله إصلا لا يكتمل ولا يعتدل ولا يستوي على سوقه بعيدا عن ماذا عن مفهوم الآخرة عن مفهوم الجزاء بمعنى أنك لا يصح ولا يسوق منك ولك أن تخف بالقضية عند حدود الدنيا والإنسان يموت وينتهي كل شيء ومات المسكين مظلوما ومات وقد أكلته الشرور غير صحيح أنت الآن مع الفصل الأول المسرحية هناك فصل ثاني ممتد ويمتد إلى الأبد فصل الخلود ولذلك في القرآن الكريم تقريبا قل أن ينفصل الإشادة بالإيمان بالله عن أي عن اليوم الآخر يؤمنون بالله واليوم الآخر أمنوا بالله واليوم الآخر باستمرار تقريبا لماذا؟ لأن صورة الله لا تكتمل إلا بهذا الشيء كانت على فكرة ما أننا في الإحادة كذا إمنوا الكانت الفلسوف الألماني النقد العظيم الذي توصل من خلال فلسفته النقدية العقلية أو نقد العقل يعني إلى أن الأدلة العقلية هكذا كانت نحن الخريف طبعا لا تكفي للبرهنة على وجود الله الأدلة العقلية بل العقل لا تستطيع يقول كانت ولكنه كان مؤمنا عجيب على خلفية وعلى خلفية وعلى تبريرات وعلى أسس أخلاقية وعملية رجمتي يعني الأسس الأخلاقية أيضا أنه لا بد أن ندعم بوجود الدار الآخرة والحساب والجزاء الأخرويين حتى تكتمل الصورة يقول نحن كبشر نؤمن مفهوم العدالة لدينا إيمان عميق بمفهوم العدالة لكن الدنيا ليست دار تحقيق مثالي للعدالة هناك دار آخر ولذلك آمن كانت على أسس أخلاقي أنه لا بد أي من وجود دار أخرى ينتصف فيها للمظلوم من ظالمه وتوضع فيها أي الأمور في نصابها يعتدل كل شيء على وضع مختلة في هذا العالم نعم طيب أمامنا الدكتور ممكن أقل من أربع دقاق أتمنى أنه إن شاء الله نقدر نغطي جانب مهم الآن نشهد موجة الحاد في عالمنا العربي ومن أبناء جلدتنا من المسلمين اتجهوا إلى الحاد هل تعتقد وأنت القريب أو التقيت بمجموعة من الملحدين هل تعتقد أن الحاد عميق أو أنه تفلت من شروط وقيود الدين الإسلامي والله معظمه معظمه ليس إلحادا عميقا ولا إلحادا دارسا ولا إلحادا باحثا يعني معظمه على أسس نفسية وردود أفعال لماذا؟ يعني تشعر أن كثيرا من الملاحدة وحتى في القرب أيضا من الملاحدة ليست القضية لديهم أنهم لا يؤمنون بالله على خلفيات عقلية وإنما هم لا يحبون الله هم غاضبون على الله عجيب يعني بعضهم لمآسي وقعت له لظروف صعبة عاشها وبعضهم ردت فعل على الوضع الديني على وقت مؤسس الديني يعني في العالم الإسلامي نفس الشيء الآن للأسف لدينا موجة إلحاد صارخة ومؤذية ومقلقة جدا حقيقة في العالم العربي وتتنامى للأسف أشهد ولا تتراجع لا تنكسر لماذا؟ واضح على خلفية الخطاب الديني الذي أفرز لنا ما نعانيه الآن من ملابح وكوارث ومن أشياء مريح ومخيفة الناس تراجعوا وقال لا 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 نريد هذا الدين كله لا يمكن أن يكون الدين حقا ويكون من عند الله ويكون الله حقا ويفرز كل هذه الشرور كل هذه المجهزة يعني بدوا أفر إنسانية منهم؟ أكيد هذا وضع إنساني هذا وضع حاطفي كيف يكون الدين حقا ويكون الله حقا ويكون القرآن حقا ومحمد حقا ويعني يفرز كل هذا القدر من الكراهية من الحقد من التأليب على الآخر من الرغبة في القتل من الرغبة في الذبع الرغبة في الحرق الرغبة في السلخ شيء مخيف يا أخي هذا يحصل أنا أقول بكلمة واحدة على فكرة كل خطاب ديني كل فهم ديني لا ينحز في النهاية إلى الإنسان كرامة الإنسان حرمات الإنسان حقوق الإنسان أنا أقول لك سيصب مباشرة لصالح وفي رصيد الإلحاد ويخصم من رصيد الإيمان باستمرار أنا أقول لك كل خطاب ديني لا يخدم الإنسان سيكون ضد الرحمن شئنا أم أبينا هذا درس التاريخ وهذا درس أيضا الإلحاد في الغرب يجب أن نتعلمه وأن نكون واثقين أحب قبل أن أنهي هذا الحوار الطيب معك أستاذ سعود أن أشير إلى أن هناك الآن مساهمات حقيقة لا تزال مساهمات في البداية لسن خجولة لكنها محصورة ومحدودة ولكن بدايات طيبة نحن نشجعها وندعو من هذا المنبر إن شاء الله إلى أمثالها كما يقال ندعو المؤسسات الرسمية ندعو الحكومات ندعو كل المختدرين من أغنياء المسلمين أن يعملوا بجد واجتهاد في هذا الباب إنشاء مؤسسات مراكز بحث دراسات إلى أخير ترجمات تناهض الإلحاد وتنازله إذن في المملكة السعودية أعتقد مركز براهين الأخ عبد الله الشهري بارك الله فيه مسؤول عنه أنا أشد على أيديهم وأبارك جهودهم ويشتغلون شغلا طيبا بإمكانات محدودة حقيقة إذن في مصر الدكتور البروفيسور الفاضل الجراح الكبير عمر شريف ويخوض المعركة تقريبا الرجل وحده ينازل وحده ممكن الملحدين ما منهم خطر يعني عشان كده بعض الدول وممكنه بعض المجتمعات تحس أن الملحد مسالم ولن يكون منهم خطر عكس مثلا لكن في المدى المتوسط فضلا عن المدى البعيد ما الذي سيحصل إذا فقد المجتمع إيمانه على فكرة ربما أختم بهذا يا إخواني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا انتبهوا هذا حديث خطير يعني بعض الناس عنده قناعة لا 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 مهما كانت الحرب على الإسلام ومهما كان تفلت المسلمين ومهما كان إلحاد بعض أبنائنا الإسلام غير صحيح النبي حذرنا قال سيعود غريبا وما معنى غريبا يعني قليلا مستوحشا هناك حديث حديث نحن سمعنا ألف مرة ولكن لم نفهم دلالته الخطيرة ما هو حديث لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يظلهم الحديث الصحيح هذا الحديث فيه شيء مخيف تنبه إليه إسحاق إبن راهوية الإمام الجليل ونحن لم نتنبه إليه ما هو ما هي الطائفة الطائفة فيها عشرة الأقوال قيل الطائفة واحد فما زاد وقيل الطائفة اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة وقيل من أربع إلى أربع أربعين أو أربعين وقيل خمسة وقيل عشرة وقيل ما دون الألف وقيل لا تنحصر بعدد لأنها قطعة من شيء ربما هذا يعني عليه كلام حاق بالرهوية كان من رأيه أن الطائفة ما بلغ الألف فقط ولا يزيد على الألف فكان يقول وَلَيَبْلُغَنَّ عَدَدُ الْمُتَمَسِّكِينَ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ أَلْفًا أي لا يزيدون هذا شيء مخيف يعني هذا أنا بكى قلب لما قرأت هذا عالم كبير إمام إبراهوية قال ألفا يعني لا يزيدون يسلي النبي يعني يسلي ألا يعجبهم كثرة الكفار فالشيء مخيف أنا أطلق من هنا يعني أنا صيحة نذير وحقيقة أنا أو دقة ناقوس تحذير علينا أن نشتغل في منازة الإلحاد على كل المستويات لكن بأسلوب علمي بأسلوب فلسفي بأسلوب درسات أبحاء الترجمات ويعين بعضنا بعضا إنقاذا لديننا وإنقاذا لأبنائنا إن شاء الله تجد هذه الدعوة آذانا صاغية دكتور عدنا شكرا لك وإن شاء الله غدا لقاء آخر شكرا لك إذن مشاهدين الكرام كما قال ضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم كل فهم ديني لا يخدم الإنسان سيكون وقودا للإلحاد ونصرة للشيطان دمتم آمنين سالمين مطمئنين إلى اللقاء صلوا على الهادي البشير من قد أتى للناس رحمة منها جوش شرع المدير وهديوه مش كاتو حكمة صلوا على مح الظلام المصطفى خير الآلام صلوا على مح الظلام المصطفى خير الآلام صلوا على يشفع لنا ده الكريم يوم الديان